لابد أن نتوب إلى الله ولابد أن نرجع إلى الله ولابد أن ننيب إلى الله جل وعلا فالله عز وجل تواب رحيم سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده مهما فعلت ومهما أذنبت والله لو بلغت ذنوبك عنان السماء توبت يتوب الله جل وعلا عليك شوف شوف آية من القرآن آية عجيبة آية والله العظيم لتريح القلب يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا إله إلا الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه سبحانه وتعالى نعصيه ليلة نهار مع ذلك ينادينا ينادينا وذنبوشا معصيه طبعا قامتا نشرك والكفر بالله عز وجل ومع ذلك يخاطب الله عز وجل يقول لهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم سبحان الله حتى هذه الآية مركزة أن أعزم شويتي مجنق أنسح أن أعزم شويتي ورون أجزم العجائب الله سبحانه وتعالى يخاطب الذين أسرفوا يتخاطبون نحن الذين أسرفوا طيان منك يقولوا أسرفوا أسرفوا في جميع المعاصف أسرفوا في الربا أسرفوا في الزنا أسرفوا في القتل أسرفوا في معصية الله أسرفوا في الموبقات أسرفوا في المنكارات ومع ذلك يناديهم الله عز وجل يا عبáis ما تسمقني يا عبادي يردها إلى نفسه العظيمة سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تعرف علاش لأن تتعامل مع الله تتعامل مع الغفور تتعامل مع الرحيم الرحمن